متابعين تحية طيب أصبح الاعتماد على البوت شئة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وبصفة خاصة على التليجرام وكلمة بوت هي اختصار لكلمة روبوت وهو عبارة عن برنامج يقوم بمهام معينة بصفة آلية وتكون محددة مسبقا وهي عادة ما تحكي السلوك البشري أو تحل محله بمعدل أعلى مما يمكن أن يقوم به الإنسان وهو يعتمد على الذكاء الاستناعي في هذا المقطع نقدم لكم مجموعة من أفضل البوتات الموجودة على التليجرام البداية مع بوت للقرآن الكريم وهو عبارة عن منصة القرآن الكريم على تليجرام يتيح لك إمكانية اختيار وتحديد أي صورة من القرآن الكريم ثم تحميلها على جهازك هنا يمكنك اختيار القارئة أما بالضغط على الكل أو اختيار أو الضغط على حرف الأول من اسم القارئة ثم تحديد أي قارئة تريد أن تسمع أو أي قارئة تريده ثم اختيار من القائمة هنا أي صورة قرآنية تقوم بالضغط عليها ثم أما الاستماع إليها أو تحميلها على الجهاز الخاص بك والاستماع إليها في أي وقت تريده تطبيق أفوال بوت مفيد جدا وتجهدون الرابط في الوصف أسفل الفيديو البوت الثاني هو عبارة عن برنامج لينشأ رمز استجابة سريع أو كود بار كل ما عليك القيام به هو كتابة نص أو رابط أو أي شيء وسيقوم هذا البوت بتحويله إلى رمز استجابة سريعة لإرساله إلى أي طرف آخر كما تشاهدون الآن تكتب فقط نص أو أي شيء وسوف يحوله البوت إلى رمز استجابة سريعة البوت الثالث وهو عبارة عن برنامج يقوم بفحص الروابط قبل فتحها وهو تابع لمكفح فيروسات الشهيرة دكتور ويب كل ما عليك القيام به هو وضع الرابط وسوف يقوم بفحصه قبل فتح الرابط البوت الرابع هو عبارة عن برنامج يقوم بتحويل صيغة الصورة كل ما عليك القيام به هو تحديد الصورة من ملف الصور الخاص بكافي الجهاز ثم تحديد الصيغة التي تريد أن تقوم بحفظها ثم تضغط على حفظ الصورة وتنتظر قليلا ثم الآن هنا يمكنك أن تقوم بتحميل الصورة على جهازك بالصيغة التي اخترتها البوت الخامس هو عبارة عن برنامج يقوم بقراءة أو استخراج النصوص من الصورة بعد اختيار الصورة أو أرسال الصورة يقوم باستخراج الكلمات الموجودة في الصورة بدقة عالية كما تشاهدون الآن بالنسبة للبوت التالي هو عبارة عن برنامج بصراحة أعتبره مفيد جدا يقوم بقراءة النصوص أو تحويل النص إلى الصوت يعني كل ما عليك القيام به هو أما كتابة أو النص أو نصخ ولسق النص في البوت وأرساله أو أرساله للبوت وسوف يقوم هذا الأخير بتحويل النص أو الكلمات إلى مقطع صوتي مهما كانت الكلمات طويلة يقوم بتحويلها بسرعة كبيرة كما تشاهدون في هذا المقطع وهو مفيد جدا كل الروابط تجدونها في الوصف أسفل الفيديو